أولاً التراث ليس مسؤولاً عن تخلفنا عن الحضارات الأخرى هذا يعني يلقي ضوء على أهمية تجويد القرآن في حفظ هذا التراث السيد درويش بيقول يلي أوامك نعم بفرجيك أوام حبيبته الممشوقة الطويلة أنا بدي أسألك شو عمل شو أضاف للموسيقى العربية توفيق سكر الله يرحمه إذا لم يكن الشعب ناهضاً ثقافياً إذا لم يكن مثقفاً الشعب ثقافة عالية لا يمكنه أن ينتج عباقرة لا في الأدب ولا في الموسيقى ولا في الرسم ولا في الرقص دكتور فيكتور صحاب بشكرك على استضافتك إلي عندك اليوم أهلا وسهلا حضرتك عالم ودكتور في التاريخ ولكن مش فقط التاريخ الموسيقي لا طبعاً أنا الدكتوراتة بعيتي كتبتها بجورج تون بواشنطن عنوانها إلاف قريش رحلة الشتاء والصيف تحكي قصة تطور الأحداث في الجزيرة العربية وفي المنطقة العربية في المئة سنة اللي سبقت ظهور الإسلام ولها علاقة مباشرةً بأحداثنا هذه التي تجري حول البحر الأحمر وغيره من دون ما ندخل في موضوع السياسي طبعاً لا شك أنه ما في مهرب من السياسة في الفنون وحضرتك بتأكد على هذا الشي تعتبر أنه ما في يكون المؤلف أو الفنان أو الموسيقي إلا ابن بيئته ابن بيئته طبعاً ومش بس الفنان ما ممكن يكون ابن بيئ إلا ابن بيئته الحقيقة البيئة تحتاج إلى الفن لأنه في سنة 84 عملت كتاب عنوانه ضرورة التراث قلت فيه أنه التراث ضروري من أجل وحدة المجتمع من أجل استقلال المجتمع عن الحضارات الأخرى المجتمع العربي عن باك ومن أجل يعني ثلاث أولاً التراث ليس مسؤولاً عن تخلفنا عن الحضارات الأخرى شو أصدق برشي؟ ليس هو المسؤول عن تخلفنا مش لأنه لغتنا عربية أو موسيقانا من غني الموشح والدور والتقطوء نحن تخلفنا تخلفنا أسباب أخرى ابن خلدون أفضل بشرح هذه الأسباب ثانياً التراث ضروري من أجل وحدتنا كمجتمعات عربية لأنه التراث الواحد محمد عبد الوهاب وأم كلسوم وحدوا العرب بيسمعهم هذا الغناء العظيم فوحدة المجتمع العربي بحاجة إلى التراث ثالثاً المجتمع العربي بحاجة إلى الاستقلال عن الحضارات الأخرى ما يكون تابع للحضارات الأخرى والتراث عنصر أساسي في تكوين هذا الاستقلال عن الحضارات الأخرى رابعاً يكتب ضرورة التراث رابعاً العلاقة بين الحاكم والمحكومين بتكون كتير أسلم لمن بيكون الحاكم متجذر في التراث مثل شعبه بيصير يحكي لغة شعبه بيصير يحكي أحاسيس شعبه بيصير منطقه ماشي مع منطق شعبه بيصير فيه علاقة بنسميها الديمقراطية اليوم العلاقة الجيدة ما بين الحاكم والمحكوم فلذلك التراث مسألة ضرورية والفنان لأنه هذا هو دوره لا يمكن إلا أن يكون نبتة من تربة هذا التراث أكيد فهو محض سياسي على الفنان الفنان هو كينون سياسي ما في مهرب من السياسة والتدخل في ماهية الوضع الراهن في حياة الفنان هو ابن هيد البيئة أو يتدخل في صنع السياسة الحقيقة خلينا نقول أفضل كلمة أوسع يمكن ابن ثقافته ابن ثقافته وحضارته لأن الحضارة تتسع للموسيقى والغناء والسياسة والاقتصاد والعيش المشترك بين أفراد هذا الشعب فعل ذلك في الدكتور حسن حنفي كتب كتاب بين التراث والتجديد التراث ضروري والتجديد ضروري ما في شك يعني ليش ليش التراث ضروري لسبب لقلنا عنه ضرورة التراث بالنقاط الأربعة اللي حكينا عنها ليش التجديد أيضا ضروري لأن الشعوب دائما تتوق إلى يعني تتجر من أوضاعها السائدة الراكدة إذا كان في ركود يتجر الشعب يطلع إلى الجديد فإذا أتى الجديد من الخارج معناته استسلم الشعب إلى الغزو الثقافي الأجنبي لذلك لابد من تجديد التراث حتى يظل الشعب ابن هذا التراث وموغل في هذا التراث ولا يستسلم للغزو الأجنبي فالتراث ضروري والتجديد أيضا ضروري وهذا ما فعله محمد عبد الوهاب وغيره من الموسيقيين خصوصا محمد عبد الوهاب في الموسيقى العربية حضرتك تتكلم عن حقبة مفصلية بتاريخ ما يعرف بالموسيقى العربية وهو نهاية قرن 19 بداية قرن العشرين نعم وتداخل الحضارات كنا عم نحكي هلأ للتو عن دخول حضارات أخرى ممكن تجي من الخارج على الحضارات المحلية إنما بركي قبل ما نتطرق لهذا السؤال بيسوى نرجع نتطلع لورا عن أصل التراث عن أصل هذه الموسيقى اللي نحنا بنعرف فيه صعوبة لتحديد ماهيتها الحقيقية وبدايتها فكيف فينا نعرف؟ الحقيقة أنه الأصول التاريخية القديمة غامضة شوية لما كان فيه تنويت ولا كان فيه تسجيل يعني هذه أمور مصطنعة جديدة يعني حديثة ولكن بالحضارة العربية كان فيه عنصر أساسي كانت تتهاوى وتندثر الأمور الأخرى والفنون الأخرى ويصيب المجتمع الخمول في المجال الثقافي إلا شغلة واحدة لم يصبها الخمول وهو تجويد القرآن والتواشيح الدينية هذه العناصر الأساسية استطاعت أن تحتفظ للشعوب العربية بكثير من عناصر الموسيقى التي ورسناها في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين منها المقامات المقامات اللي بيجودها القرآن الكريم أو التواشيح الدينية بقيت لنا من عصور قديمة الإقاعات في التواشيح الدينية أيضا بقيت لنا المهم بتجويد القرآن في تكوين الفنانين الكبار الفنانين الكبار إذا منشوف من سلامة حجازي إلى سيد درويش إلى محمد عبدالوهاب إلى زكريا أحمد إلى محمد أصبجي إلى رياض الصباطي إلى أم كلثوم نفسها منلاحظ أنه كلهم إما مقرئين للقرآن الكريم والموشحات الدينية أو أبناء مقرئين وهذا سبب هذا يعني يلقي ضوء على أهمية تجويد القرآن في حفظ هذا التراث ليش تجويد القرآن مهم في حفظ هذا التراث لأنه القرآن الكريم ما فيك تجوده إلا ارتجالا ما فيه لحن لصورة مريم مثلا ما فيه بدك أنت وانت عم ترتجل وانت عم تتجود القرآن بدك ترتجله وهذا يعني أنه مش بس عم بتدرب صوتك عم بتدرب صوتك وعم بتدرب خيالك الموسيقي التلحيني التأليفي ثانيا التجويد القرآن ما فيك تمد الأصير وتأثر الطويل الفتحة فتحة والألاف ألاف الضمة ضمة والواو واو فما فيك تخلط بين اتنين ولا ينحرف المعنى إقاع الكلمة محفوظ في التجويد القرآني إقاع الكلمة ثم تدريب الحجاب الحاجز اللي هو اللي يأخذ النفس لأنه فيه سور طويلة ما فيك تقطعها بنصها مجبورة تقولها بدون قطع نفس ولذلك مضطر أنك تدرب حجابك الحاجز واللي بيغنوا أوبرا بيعرفوا ما أهمية هذا الحجاب الحاجز في تركيز المقامات وتركيز الصوت وتركيز النحن في الغناء وإشعار المستمع أنه المغني عم بغني براحة مش بتشنج وتوتر وهذا شغلة أساسية بالله فهذا التجويد عبر العصور حفظ لنا هذه الموسيقى بعناصرها الأساسية إلى أن أتى القرن التاسع عشر اللي بدأ شمس التاريخ تلقي ضوءها حتى نستخلص منها بعد ما جرى في ذلك الوقت أما العصور اللي قبلها صعبة شوي نعرف تفاصيل كتير بالقرن التاسع عشر سألتني عن قصة الانتقال بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين صحيح بالقرن التاسع عشر في مصر الخداوي إسماعيل بمصر سنة 1869 استحضر لفتتاح قناة السويس فاردي الموسيقار الإيطالي كان مفروض يقدوا أوبرا عايدة في دار الأوبرا اللي أسسها الخداوي إسماعيل ولكن ما كانت أوبرا عايدة جاهزة فقدوا أوبرا ريجوليتو كمان لفيردي أدوها وبدأت مصر تستقبل فرق الأوبراات والأوبرا الإيطالية وتستمع إليها وكان بالتشائص صدف أن أحمد أبو خليل القبان الدمشقي كان في مصر فاستلهم من الأوبراات الإيطالية التي شاهدها على المسارح أنه لازم نعمل أوبراات عربية وبدأ يعمل مسرح غنائي عربي لكن كان عناصر المسرح الغنائي العربي كان ياخدوا موشح من التواشيح الدينية يركبوا عليه كلام ما له علاقة بالتوشيح يركبوا عليه كلام أغنية عاطفية مثلاً ويغنوه لذلك اللحن لم يكن تعبيراً عن هذا الكلام كان أي لحن حبوه استحبوه يركبوه على هذا الكلام ضل هذا الوضع حتى جاء سلامة حجازي المسرح العظيم سلامة حجازي فصار يعمل لحن صار يعمل لحن لأجل الكلام هذا صار ما يعني ما يركب الكلام على اللحن يعمل شيئين منسجمين فيما بينهما جاء سيد درويش غير كل هذا الموضوع دخل التعبير في أغنياته المسرحية شو بتقصد بالتعبير؟ التعبير يعني لما سيد درويش بيقول يلي أوامك يجبني عم بفرجيك أوام حبيبته الممشوقة طويلة عم بيعبر عن الكلام أو لما بأغنية العرباجية مثلاً كأنه دولاب عم بيدور عم بيعبر عن غناء العرباجية العرباجية الحنطور يعني هذا التعبير الغنائي ألب فلسفة الموسيقى العربية من مجال الطرب اللي كان هو العنصر الفلسفي الجمالي الوحيد في الغناء العربي أضاف إلى الطرب في الغناء العربي الطرب معه إلى جانبه التعبير التعبير والتمثيل والتصوير حتى التصوير الأوام عم بيصورها الدولاب عم بيفرجيك الحركة إلى آخره أو التعبير العاطفي الحب أو الحزن أو الفرح أو الحماسة الوطنية عم بيعبر عنها باللحن مش عم بيجيب لحن توشيح ديني ما له علاقة بالكلام وبركبه صار في علاقة مباشرة ما بينهم وضوية وهذا كان المدرسة الأولى للمدرسة الثانية الحقيقة لمحمد عبد الوهاب اللي هو كان أهم تلاميذ سيد درويش هل نحن بهذه الحقبة نهاية أرن 19 بداية أرن 20 عم نحكي نحن هلأ عن خلق لحن من أجل الكلمة كما تفضلت وقلت هل هو عم يجي ارتجالا أو عم يجي تأليفا وتدوينا يعني كيف ينقل إلى الموسيقيين إلى العازفين يعني الحقيقة التلحين هي عبارة عن ارتجال وقت سعته ولكن يسجل بسيرة الحين يعني أهمية تجويد القرآن كما قلنا أنه جعل المجود هو بذات الوقت عم يفكر كيف بده يقول اللحن كيف بده يركب اللحن عم يتخيل اللحن يعني مرتجلا لذلك اجتمعت عند المجود القرآني مهنة الغناء مع مغنة التلحين التلحين المرتجل ولذلك نحن نلاحظ أنه مثلا بالحضارة الموسيقية العربية خصوصا بالقرن العشرين وحتى بالقرن التاسع عشر أكتر حتى أنه مهنة المغني كانت مهنة الملحن هو ذاته نفس الشي ولذلك نلاحظ أنه مثلا كبار الموسيقيين العرب بتشوفهم حملين العود عم بيعزفوا على العود عم بيغنوا وعم بيغنوا الألحان اللي هني لحنوها يعني جمعوا العزف على الغناء على التلحين مع بعض وهذا يفسر يفسر ظاهرة كتير غريبة بالعالم يمكن ما حصلت بغير حضارات أنه المغني العربي الأكبر محمد عبدالوهاب في القرن العشرين كان هو أيضا في الوقت نفسه الملحن العربي الأكبر يعني اجتمعت الصنعتين والمرتبتين الأولى عنده معا هلا هو جميل اللي عم بتقوله نظرا بالنسبة إلي المقارنة الواردة بين الثقافة العربية والثقافة الأوروبية لأنه بمرحلة ما بالتاريخ الموسيقي الأوروبي كان المؤلف يجمع مش بينه وبين المغنى بين التأليف والمغنى ما أنه يجمع بين العزف والتأليف كان جميع العزف والتأليف وكان مثلا بيتهوفن أو باق كانوا من عظماء المرتجلين صحيح في واحد موسيقي فرنسي سمع أنه في بيتهوفن واحد بألمانيا مهم كثير موسيقي فراح بده يتحدى راح بده يتحدى بالعزف الارتجالي على أساس هو مرتجل عظيم كان هيدا الفرنسي الموسيقي فراح حضر حفلة إلى بيتهوفن وهو عم يرتجل ضب حاله ورجع على فرنسا صمت ولم يروي الحكاية إلا بعدين لأنه لاحظ أنه ارتجال بيتهوفن كان كثير أعظم من ارتجاله كان فيه شي اسمه ارتجال مش لا طبعا طبعا كان جزء من الخواص اللي كان يجب أو الخصال اللي يكون عنده إياها العازف بوقتها لازم يكون كان مرتجل على مستوى إنما الواحد في لاحظ الشطر اللي معقول يكون حصل بين مهنة العازف ومهنة المؤلف الملحن تدريجيا في أوروبا سنعندك مؤدين مستقلين هل هيدا شي حصل بتاريخ الموسيقى العربية؟ هيدا شي حصل بالموسيقى العربية لما اندخلت الأركسترا على التخت التخت كان قريب من مبدأ قصة الارتجال الغناء والتلحين التخت يعني التخت عبارة عن العود والأنون والكمنجا والناي والدف عبارة عن خمس عازفين لما اندخلت الأركسترا صار بده العز بده إتقان متخصص أكتر من مجرد إنه واحد بيغني حلو أو واحد عنده أفكار بالتلحين هون بعتقد بيسوى نعم المداخلة عن هيدا الموضوع بالذات اللي هو فكرة الأركسترا اللي هو؟ الأركسترا نعم الأركسترا اللي هو مجسم غير محلي فينا نقول هل فينا نعتبر هيدا الشيء؟ يعني إذا بدنا نقارن التخت بالأركسترا أي هو اللي بيحمل خواص محلية أكتر؟ يعني الجيتار منو محلي بإسبانيا مأخود من العود العربي دايما الحضارات تاخد من بعضا ما في شك ومن لا يأخذ من حضارات غيره معناته بده يتخلف عن الركب ولكن شرط أن يأخذ متل ما ذكرنا قبل شوية لكن بده يكون مؤسس على تراثه هو حتى يأخذ ولا تضطرب نفسيته بين التغرب وبين التمسك بالتراث يعني أن يكون اطلاعه على الحضارات الأخرى كما كتبت عدة مرات اطلاع إغناء لا إلغاء لأنه الإدخال العناصر الأجنبية على موسيقانة العربية ما صنعها ناس درسوا بأوروبا وإجوا يطبوها هون صنعها ناس درسوا تجويد قرآن وموشحات وتوشيح الدينية وإلى آخر إيه ودخلوها فكان دخولها سليم لم يكن دخولها إدخال تغريبي أو إلغائي فهو إدخال إغنائي وفي ذلك مثال كتير مهم إنه سيد درويش حاول بإحدى مصرحياته يدخل البيانو على الغناء في أغنية والله تستاهل يا قلبي والله تستاهل يا قلبي أغنية على البحر بيدحك والله عفوا أغنية البحر بيدحك والله أغنية مقامها على البياتي ودخل البيانو اللي ما فيه بياتي ودخل البيانو بالعسف وبتسمع الأغنية نسجلي على الإسطوانة سيد درويش عم بيغني والبيانو نشيز عنه ما دخل البيانو دخول سليم في الغناء العربي آنذاك أمتى دخل البيانو دخول سليم؟ سنة التسعة وثلاثين مع محمد عبد الوهاب بأغنية الصيبة والجمال ليش دخوله سليم كان؟ لأنه سنة الثلاثين سألوه لمحمد عبد الوهاب بمؤتمر الموسيقى العربية سألوه قالوله هل تستسيغ هل تستسيغ هل تقبل دخول الآلات الغربية على الموسيقى العربية؟ فقال ما يلي الآلات الوترية أهلة وسهلة تدخل على الرحب والسعة لأن الآلات الوترية تنطق المقام العربي وين ما بتحط أصبعك على الوتر تبع الفيولونسيل أو الكمانجة أو الكنترباس بيمطق المقام العربي ما في حدود يعني الدرجات الموسيقية ليست معدة لأنصاف فيك تقول الأرباع فلما عبد الوهاب الآلات الوترية تدخل على الرحب والسعة أما الآلات غير الوترية فدي عوزة بحث دي عوزة بحث عاز احتاج محمد عبد الوهاب إلى سبع سنين في هذا البحث لأنه سنة التسعة وثلاثين دخل البيانو على الصبة والجمال كيف دخل البيانو دخولا سليما على الغناء العربي لأنه أصلا الصبة والجمال لحنها محمد عبد الوهاب على البيانو الغربي على البيانو الغربي فدخل البيانو على الصبة والجمال ولما انتقل بأغنية الصبة والجمال إلى مقام البياتي أسكت البيانو وخلت تنطق الآلات الوترية الأنون والعود وكما جاء إلى آخره فلذلك يعني الاستعارة من الحضارات الأخرى مسألة دقيقة جدا وخطرة جدا لا يحسنها إلا المتجذر في تراثه أصلا ثم تطلع على الحضارات الأخرى لم نرى أي موسيقي تعلم في الغرب فقط ولا يعرف الموسيقى العربية واستطاع أن يفيد الموسيقى العربية بشيء إطلاقا هذا موضوع عبالي اتطرق له بتمعن إذا بتسمح لهو موضوع من درسوا في الغرب نعم من المؤلفين وحاولوا أن ينتجوا من درسوا في الغرب بدون ما يكون عندهم أساس عربي إيه كان عندهم بركي أساس سماعي كونه هني أولاد بيئتهم إيه يعني نحن أولدنا بلبنان أو أولدنا بسوريا أو بفلسطين أو بمصر شأنها ما بينها حيكون عندنا مخزون سماعي كونه نحن محاطين بجو موسيقى العمية بس ما درسوها ما فاتوا بالعلم تبعها على حد التعبير درسوا في الغرب ورجعوا وجربوا يعملوا التجارب مثل على سبيل المؤلف المؤلف توفيق سكر توفيق سكر وتجربته مع إدخال هارموني إلى المعجم العربي كيف رحب فيها هذه التجربة على حد عد أنا بدي أسألك شو عمل شو أضاف للموسيقى العربية توفيق سكر الله يرحمه موسيقى مهم بس شو أضاف للموسيقى العربية شو طور بالموسيقى العربية ما طور شيء إطلاقاً يعني على جانب على هامش الموسيقى العربية وكل من اشتغلوا بالسامفونيات ودعوا أنه عم بيشتغلوا سامفونيات للأسف كان مصيراً نفس الشيء أنا بدي أعطي مثال بسيط أخي سليم مايسترو سليم سحاب صحيح أنه درس بموسكو كونسرفاتوات شيكوفسكي دراسة على النساء الغربي مية بالمية طبعاً ولكن رجع للموسيقى العربية لأنه كان مؤسس كان مؤصل كان عمره عشرين سنة لما راح على موسكو كان مؤصل على الموسيقى العربية كنا نستمع إلى الموسيقى العربية كل يوم منذ أيام ولادتنا بيافا كان عند والدي استوانات محمد عبد الوهاب وسيد درويش وأسمهان وليلة مراد وإلى آخر كل هالأغاني هذه ولما انتقلنا إلى لبنان سنة السبعة واربعين أيضاً والدي اشترى كل مجموعة بيضافون لمحمد عبد الوهاب كنا نستمع كل يوم إلى الموسيقى العربية لذلك مش ضروري يكون دارس أكاديمياً الموسيقى بس على الأقل يكون وجدانه الموسيقى العربية وهذا هو الأساس بكل الموضوع إنما عباليا كنت أتكلم عنه هو سألتني ما هي إضافة توفيق سكر للموسيقى العربية حسب نحنا شو عم ننبع شو عم ننبش على أي نوع إضافة في مكان ما هو جرب يعمل نظريات حول كيفية جمع الأصوات بالسلم الواحد بشكل هارموني هذه التجربة تبعه هل هي نجحت أو فشلت بركي اليوم معنا قدر نطلع على تجربته بشكل أنه بركي ما طبعت وقته الموسيقى أدولف ريتي النمساوي وهو موسيقى سامفوني أوروبي مية بالمية عمل دراسي قال فيها أن الهارمونيا لا تصح على الموسيقى الشعبية حتى الموسيقى الشعبية الأوروبية لأن فيها درجات تختلف عن أنصاف الصوت هل أنتم من هذا الرأي؟ سلم المعدل سلم المعدل أنصاف صوت فقط العود بيقدر يؤدي أنصاف الصوت وبيقدر يؤدي غيرها ولذلك العود أكمل من البيانو من هذه الناحية ونقولها بكل صراحة والكمانجة طبعا وكل الألات الوترية تستطيع أن تؤدي كل الأصوات وريتي قال أن الموسيقى الشعبية الأوروبية يجب أن لا يدخل عليها الهارمونيا لأنه يجب أن يغيروا الدرجات الموسيقية لتثبت الهارمونيا عليها يعني أنت ما بتكون عم بتطور الموسيقى تبعيتك عم تلوي دراع الموسيقى تبعيتك لتثبت على الهارمونيا وهذا خطر على الثقافة يعني المطلوب أن أسخر ما لدى الغير لموسيقاي ولحضارتي لا أن أسخر حضارتي لتطابق علميا ما موجود عند الآخرين يعني الإغناء لا إلغاء طبعا دكتور صحاب أكيد حضرتك على علم أن الجو العام مقسوم إلى قسمين إذا في يقول المتأصلين والأصوليين على حد التعبير التراس والتجديد والمجددين أو الذين يريدون أن يجددوا على سبيل المثال هناك من ينطقون بأنه الموسيقى العربية ليست بحاجة إلى عناصر خارجة عنها إنما هي تستطيع أن تتطور من الداخل هي مفهوم طبعا أصلا تطورت بالقرن العشرين من الداخل من الداخل شو معقول يكون أصلا بالتطوير من الداخل على عكس على سبيل المثال ما كنت تطرحوا أن نستعير من الغرب ما يفيدنا بركي إلى حد ما من دون أن نلوي ذراع موسيقتنا ما يفيدها نستعير ما يفيدها ما يمكن أن يفيدها من دون أن نغير شخصية الموسيقى العربية لكن هناك من لا يريدون هذا عبد الوهاب الذي عمضى عمره سبعين سنة يلحن ويدخل الآلات الغربية ويدخل الأساليب الغربية على الموسيقى العربية وهو الشيخ المقرئ ابن الشيخ المقرئ ما صار شيخ مقرئ كان بعد وبعده مبلش يعني جديد فبأغنية من غير ليل اللي هي آخر أغنية غناها وظهرت سنة 1989 مقامها بياتي إقاعها إقاع الوحدة الكبيرة اللي هو مقام من مقامات قبل القرن التاسع عشر وإقاع القصيدة العربية تبعيت أبو العلا محمد تبعيت كل من كتب لحن قصيدة أصلية أصولية عربية فلذلك لا نستطيع أن نقول أنه موسيقى عبدالوهاب موسيقى استعارة استعارة عناصر عناصر من وكما قلت من قبل قال أنه الألات الواترية تدخل على الرحبة يعني العناصر التي تستطيع أن تنطق بالموسيقى العربية أهلة وسهلة فيها العناصر التي تحور وتحول وتشوه الموسيقى العربية طبعا غير مرحب فيها لأنه مش مطلوب أنه يصير في حضارة واحدة بالعالم زي الحضارة الأوروبية مفروض أن تكون الكرة الأرضية بألوانها الجميلة ملونة مش لون واحد يدعو إلى السأم والضجر هل ممكن نلاحظ تماهي أو عدم تماهي بين الثقافة الموسيقية المصرية والثقافة الموسيقية الشرق أوسطية بما يخص مثلا لبنان وسوريا في منتصف أو في منتصف القرن العشرين من خلال التجارب الأخوين الرحباني على سبيل المثال أو في ليمون وهبي أو ذاكي نصيف هل يصح أنه واحد يفكر أنه فيه تماهي أكبر من قبل هؤلاء مع جماليات أو خصائص جمالية غربية في الموسيقى المنتوجة اللي هي اليوم إلى حد ما صارت تعتبر جزء من الثقافة أو ثقافة التراث السماعي المحلي ما عليش اسمح لي أدخل على إعجابة عن سؤالك مدخل مختلف شوي عن السؤال الحقيقة أنت قلت أنه الثقافة المصرية والثقافة الشرق الأوسط الموسيقية أنا دائماً بوضح شغلي كثير أساسية في الموسيقى العربية هناك مستويات من الموسيقى العربية مستوى الموسيقى العربية الحضرية موسيقى المدن الحضرية العربية موسيقى الأرياف العربية وموسيقى البدو هناك ثلاث مستويات أنتروبولوجياً لهذه الموسيقى الموسيقى الحضرية العربية هي ذاتها بيغنوا بالمغرب وبالمشرق بيغنوا الموشح والدور والتقطوقة والموال والمونولوج والمحاورة إلى آخرهم ولذلك النسيج واحد بكل البلاد العربية من المحيط إلى الخليج كما نقول أما على مستوى الموسيقى الريفية الفلكلور الشعبي يعني فهناك أربع خمس وحدات في البلاد العربية مختلفة الوحدة عن الأخرى في بلاد الشام اللي بتضم سوريا واللبنان وفلسطين والأردن وفي الخليج العربي بلدان الخليج العربي اللي بتضم بلدان الخليج العربي وفي وادي النيل وحدة ثالثة في المغرب العربي وحدة رابعة وطبعا في وحدة خامسة هي الموسيقى السلم الخماسي في السودان هذه مستواها غير مستوى الغناء الحضري المدني ولذلك الموسيقى المدنية في مصر وفي لبنان صارت مسار واحد ممكن تعطينا أمثلة؟ صارت مسار واحد لكن الذي حدث في لبنان الذي حدث في لبنان من بداية من الخمسينيات تقريبا قبل شوية 48 حتى سنة 1974 أنه الموسيقيين اللبنانيين مدنوا الموسيقى الريفية الشامية يعني هذه الموسيقى الريف بلاد الشام مدنوها المجنة والعتابة صاروا يعزفوها على أركسترة كبيرة يقدموها لجماهير المدن العربية فتمدنت هذه الموسيقى هذا ما فعله يعني صار حركتين أساسيتين في الموسيقى العربية بالقرن العشرين غير الإشياء التراثية اللي بتبقى مثل ما هي في شي تغير حركة الموسيقى العربية في مصر السبعة الكبار هن اللي عملوها في رأيي ولحقهم موسيقيين كبار آخرين وفي حركة تانية حصلت في لبنان وهي تمدين موسيقى الرياف الشامية اللي شارك فيها زاكي نصيف وفليمون وهبي والأخوين الرحباني والصباح وفايروز وتوفيق الباشا وعفيف ردوان ومحمد محسن وكل هودي هودي شو عملوا؟ جابوا دبكة يا بلادنا مهما نسينا اللي غنيها وديع الصافي مثلا في مهرجان الأنوار يا بلادنا مهما نسينا الدبكة بالضيعة بيضبكوا ثلاثة أربعة بيضبكوا وبيضقوا على المجوز أو على المنجايرة وبيغني المنشد بلادنا مهما نسينا اللي هي دبكة أيضا دبكة الدلعونة كان في الراقصين على القليل اللي حالهم خمسين أو ستين راقص وراقصة الأوركسترة ضخمة أوركسترة أسلوب العزف والتوزيع شغل مدن وليس شغل رياف فمدنوا الموسيقى الرفية على صعيدين أولا بأسلوب أداء هذه الموسيقى ثانيا بنشر هذه الموسيقى في المدن العربية صارت المدن العربية تسمع غناء الأرياف وهذا ما كان يحصل من قبل وهل من دلالات أو استنتاجات لما حصل يعني هاك تجربة بالنسبة شو غيرت بالوعي الجماعي للموسيقى المحلية بالنسبة للبنان بدأت النهضة الموسيقية في لبنان اللي حكينا أنا قبل شوي كانت أصلا الموسيقى العربية في مصر مع السبعة الكبار قد سارت مسارا طويلا في التطوير وفي استجلاب الآلات الغربية فيها إلى آخره وكل التطورات أو معظم التطورات اللي حصلت في الموسيقى المدنية الحضرية العربية حصلت في نص قرن الأول من القرن العشرين لما بدأت هذه النهضة في لبنان استفادت من كل ما أفادته من استخدام الآلات الغربية من استخدام أساليب التأليف الغربي إلى آخره أنا كنت سؤالي رايح صوب أكتر هذه تجربة تمدين موسيقى الأرياف تمدين موسيقى الأرياف الشامية الشامية مع تضخيمة مثل ما كنا عم نتكلم مع عدد من الراقصين والعازفين شي ممكن ما بتشوفه بالريف هو من خصائص حركة التمدن أو المدينة يعني شو الدلائل هل في من دلائل سياسية لهذا الموضوع بمعنى أنه كيف يمكن أنه واحد ينتج عمل بهذه الدخامة هذه الدخامة سألتني سؤال كتير مهم الحقيقة أنا راقبت النهضات الموسيقية العربية التي حصلت منذ بداية القرن منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا لم يحصل نهوض حقيقي بحوافز تجارية دائما كانت إما الدولة أو مؤسسات ثقافية ضخمة مثل دور الأوبرا مثل مثلا فرقة الأنوار مؤسسة دار الصياد عملتها ولم يكن غرضها تجاري فرقة الأنوار فرقة اللبنانية الشعبية اللبنانية خواهين رحباني وفايروز أصلا مهرجان بعلبك هو اللي حضنها وقام فيها الخداء واسماعيل هو اللي كان حاضن محمد عثمان وعبد الحمولي فيما بعد مؤتمر الموسيقى العربية الأول كان برعاية الملك فؤاد فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم نوارا فرقة موسيقية رسمية للحكومة العربية عندما يكف الموسيقي عن التأليف والغناء إلا لأسباب تجارية يهبط المستوى الموسيقي كل حركات النهود العربية في الموسيقى كانت وراءها حوافز غير تجارية إما حكومة أو مؤسسات يعني مثل كان واحد عم بيقول إنه إذا بدأ نترك نحن المؤلف على كيفه ونفوته بسوق التجارية تبع الطلب وما إلى هناك حينبش من طلقاء نفسه على صنع موسيقى للعموم وصنع موسيقى مستساغة ما عنده هايدي الراحة اللي ممكن تكون منعطاياها إذا عنده غطاء أممي أو غطاء مؤسساتي اللي هو بيعمل له استقرار لمن كان عبد الوهاب يعمل أغنية واحدة لأم كلسون بالسنة شو كان عنده هموم مالية ما كان فيه هموم مالية يعني الحافز المادي المالي مشكلة في تحفيز الفنان على تحسين فنه وتطوير فنه والعودة والمراجعة يعني شايف لمن واحد بيقلف كتاب بيراجعه ثلاثة أربع مرات لحتى يحسن الأداء يحسن التعبير إلى آخره الموسيقى لازم يعمل نفس الشيء كمان الموسيقي اللي ملحوق بأجار بيته وما معه يأكل مشكلة يعني فبصير بده يركض للتجارة بصير يألف شو ما كان يعني أي شيء بس يقدر يحصل رزقه وهذا يهبط بمستوى الفن وهيدي مش أنا عم بقوله التاريخ عم بقوله طبعا عندي فكرة خطرت على بالي هلأ فكرة خطرت على بالي اللي هي مستوى الآيقونة اللي ممكن يصلى الفنان في مجتمعاتنا يعني المؤلف والمؤدي والمطرب والمغني خاصة نعم بيوصل لمرحلة بالنسبة يتحول إلى آيقونة يتحول إلى آيقونة إلى نصف إله إذا مش إله في مجتمعاتنا وبنفس الوقت في عندك هذا التلكق من قبل مثلا العائلة على حضن فكرة أنه ابنهم أو بنتهم يروحوا ينطلقوا على مسار موسيقي في حين هنه بيعبدوا فكرة المؤدي في خوف كمان على أنه الشباب يروحوا ينطلقوا بمسارات موسيقية كنا عم نحكي عن الخشية من أنه ما قدر يكفي هو شهره عنده أجار عنده مائلة هونيدي هل بتلاقي أنه هذا شيء خاص بمناطقنا نحن أو متواجد بغير محلات بالعالم؟ هذا شيء خاص بعلاقة النهوض الشعبي بالنهوض الفني إذا لم يكن الشعب ناهضا ثقافيا إذا لم يكن مثقفا الشعب ثقافة عالية لا يمكنه أن ينتج عباقرة لا في الأدب ولا في الموسيقى ولا في الرسم ولا في الرقص فدائما كما قال ابن خلدون أنه حين تسقط الدول أول ما يسقط بالحضارة هو الفن الموسيقي أول ما يسقط فيها هو الفن الموسيقي هذا ابن خلدون قال لماذا؟ لأنه أصلا السقوط التاريخي بيكون سقوط حضارة لأسباب علمية وتاريخية واقتصادية واجتماعية فما بيصير جزر ظاهرة فنان يبرز من شعب صائد حضاريا هابط حضاريا ثقافيا وهذه شغلة أصلا يعني كمان بدي أقولك أنه يعني بيتهوفن إذا مندرس تاريخه أو موزارد ما كانوا برعاية أمرا برعاية أمرا كانوا هالأمرا يرعو الثقافة يرعو الثقافة ويصرفوا على هؤلاء الفنانين فإلا ما كان بيطلع منهم كل هالمأسورات العظيمة التاريخية هذا الأمان والاستقرار المادي اللي ممكن تأمنه لا والسعي إلى إنهاض الشعب يعني المسألة اليوم مثلا كونك عم تتكلم عن الموسيقى الغربية منلاحظ أنه نحن بمجتمعاتنا المحلية في شرخ عمودة إلى حد ما شرخ واحد هكذا شرخ أديش فيه كم فيه شرخ ما بعرف فيما يخص الذائقة الموسيقية الذائقة الموسيقية المحلية احكي عن لبنان أنا ما فيه احكي عن محل تاني وأنه في عندك عالم بيسمعوا موسيقى شرقية أو طرب أو شو عرفني تقطي بيسمعوا لبدك من الموسيقى العربية في منهم بيسمعوا الموسيقى الشعبية الحديثة أو البوب ميوزيك المطربين المحليين اللي بيقطعوا على الراديو وعندك من يسمعون موسيقات أجنبية دون سواها وفي عندك بيسمعوا موسيقات كلاسيكية أجنبية دون سواها وأقلية ساحقة هن اللي بيسمعوا من الموسيقى المحلية العربية الأصيلة والموسيقى الكلاسيكية كبان المتقصلة كيف بتفسر هذه الظاهرة طبعا الذائقة المتأنزحة أو المتعددة الفسوخ العمودية شوف شو اللي بينشئ حضارة الشعب ثلاثة أمور أساسية في إنشاء ثقافة الناس ثقافة أولادنا لما نربيهم نحنا شو بيأثر في ثقافتهم؟ في ثلاثة شغلات بتأثر فيها نحن أنا وأخوتي ربينا في بيت في موسوعات وكتب وفي إسطوانات في أسباب الثقافة لذلك استطعنا أن ننهل من هذه الثقافة ما استطعنا أن نكون به نفسنا البيت أساسي كم بيت إذا بتعمل إحصاء في لبنان أو في البلاد العربية كم بيت يهتم بإنشاء مكتبة مكتبة كتب ومكتبة موسيقى راقية نسبة كتير ضئيلة البيت أساسي العنصر الثاني مع البيت العائلة هو أدوات الإعلام التلفزيونات والإزاعات والآخر اليوم صار في عنا الحمد لله مئات الأقنية الفضائية كل واحد بيغني على ليلة ومستويات شيء فوق شيء تحت يعني ما فيه الوسائل الألمية كتير أساسية في تكوين ذائقة ومستوى الثقافة عند الشعب العنصر الثالث المؤثر جداً المدرسة والأكاديمية الحركة الأكاديمية بالدول المدارس هل بتعلم الموسيقى مثلاً هل بتعلم الأدب ولا بس مجرد تعلم شغل تجاري وعالماشي ويلا خرجنا تلميز هاي المشكلة حلها تاريخي ما فيه كبسة زر هيكي تحل المشكلة بسحر ساحر فيه لما بدك تلم بكل هالعناصر المؤثرة اللي هي المنزل وأدوات الإعلام والمدارس وأدوات التعليم بدك نهود تاريخي طويل عريض بس دكتور لاحظ كمان إنه هو مش بس في تعددية أزواق إنما كمان في نوع من أنواع الاستحقار لبعض الممارسات يعني فيه البعض منهم من ينظر باستحقار على الموسيقى العربية استحقار استحقار كموسيقى الدونية من وين جاية هذه النظرة؟ هايدي سببه التربية التربية بالبيد لما نستحي نسمي ابننا جهاد أو منصور أو عبده ما تستغرب إنه ما نستحي إنه نسمي أغنية زكي نصيف أو فيروز أو محمد عبدالوهاب أو أم كلثوم فيه بزرة تغرب نخرت فينا نخرت فينا صار تدخلت دموخنا إنه كل ما بحكي أجنبي كل ما بكون قرأة وهي مشكلة أنا اللي عم بحكيك بعرف أربع لغات ثلاثة منهم أجنبيه مش مشكلة عندي ومع ذلك كل كتبي باللغة العربية ولكن بقرأ ألماني وبقرأ فرنسي وبقرأ إنجليزي بستفيد من الحضارات الأخرى ولكن الأساس عندي عربي هيده مشكلة مش مقتنع فيها معظم الأباء والأمهات العرب وهذا سبب هذا الذي قلت عنه إنه ما بيسمعوا أغاني عربية ما بيعروا كتب عربية يعني ما بيعرف بنت صغيرة ما بتقرأ إلا كتب إنجليزية ما بتعرف تكتب اسمها باللغة العربية صحيح مشكلة هلأ لأنه نحن كمان لازم هلأ 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 استطراضا كمان استطراضا بينبغي كمان نضوي على مستقبل الموسيقى العربية وبركي من نطلق من مؤتمر 32 وما أنتج هذا المؤتمر من مقررات وهو حيكون سؤال بشقين يعني مقررات مؤتمر 32 ومستقبل هذه الحضارة الموسيقية كونه اليوم إلى حد ما يبدو كأن اندثرت الحقيقة أولا نتاج المؤتمر الموسيقى القاهرة 1932 شفنا نتائجه من بعد المؤتمر حتى من قبل المؤتمر كان بادئ مع أم كلسوم وعبد الوهاب وزكريا أحمد ومحمد القصبجي وسيد درويش كان يبدو ولكن وصل إلى القمة طبعا فيما بعد منتصف القرن العشرين إذا بدك كيف نصنع نهوض جديد في الموسيقى العربية هيدي مش أنا اللي بدي أقررها بدي أقررها نهوض شعبي عام يظهر منه عباقرة موسيقيين يكتشفون السبل التي تؤدي إلى هذا التطوير هني بدون يكتشفوه مؤتمر الموسيقى العربية سنة 1932 أهم قرار أخذوه أنه كان يقول والرأي النهائي لكم أنتم الموسيقيون العرب الرأي النهائي للموسيقيين العرب وليس للنظريات يعني النظريات أنا عندي نظريات بس ما بتثبط لحتى أطلق تيار موسيقي تيار الموسيقي بدو تطلقوا نهوض شعبي تاريخي حضاري عام يولد عباقرة موسيقيين هم الذين يخدون الطريق إلى النهوض أحد النظريات اللي حضرتك قدمتها بتخص المساوى وحسنات التدوين الموسيقي التدوين الموسيقي التدوين الموسيقي التنويت نعم ما ينبع من النوتا نعم هل هو من مقررات 32 أو هو سبق أنه كان عم يحصل قبل ما توج لربما ب32 هو كان عم يحصل قبل لأنه المعروف بالتاريخ أنه والده لمحمد القصبجي علي إبراهيم القصبجي كان موسيقي كان يدون منذ بداية منذ أواخر القرن التاسع عشر كان يدون المشكلة الحسنة الأساسية بالتدوين هي أنك بتحفظ النتاج الموسيقي ما بيضيع بيضل موجود عندك تقدر ترجع تقدي إلى ما شاء الله السيء في التدوين أنه أن يصبح المغني عبدا لهذا المدون فيكف عن ارتجال والارتجال مثل ما قلنا عملية خلاقة الارتجال ما بيسوى نحتقره ونقول هذا شيء قديم قديم نرميه ونتخلى عنه لأنه في عنصر خلاق في الارتجال ما عاد خصوصا لما تسمع أنت أغاني أم كلسوم مثلا يظلمني بتسجيل بيروت أو بتسجيل القاهرة بتشوف فيه اختلاف بتلاقي لزة بهالاختلاف لأنه يبهرك بشي جديد عم بتقوله الارتجال هو مصدر هذا الجديد اللي بيقوله المغني إذا كان قادر على الارتجال بدي يكون قادر متمكن من المقامات من الإقاعات من الكلمة العربية لحتى يقدر يرتجي الارتجال مهم لربما يجدر كمان أنه واحد يشير لأنه أخدت وقت التنويت ليوصل للموسيقى العربية يعني التنويت والتدوين موجود بأوروبا منذ ألف عام تقريبا أقل شوية وموجود كمان ببعض الحضارات الشرقية مثل الموسيقى البيزنطية كان بتركيا عند العثمانيين كان عندهم أسلوب في التدوين عمره 500 سنة يعني تقريبا بعد ولادة التدوين في أوروبا بزمن ليس طويلا يعني ظهر تدوين بالدولة العثمانية ولكن ما كان مستعمل ما بعرف الأسباب الحقيقة إنه هو التدوين يعني أنا كن دايما نسأل حالي سؤال كن دايما نسأل حالي سؤال من منظار تاريخي بحث يعني إنه هل التدوين ضرورة؟ أو منه ضرورة يعني إنه مثل وقتها كأنه واحد عم بيطلع من وجهة نظر فلسفية الأوروبيين راحوا صوب التدوين من أجل نشر تنقول ثقافة الترنيم في كل المعمورة مع البابا جريجوار وما إلى هنالك توحيد إلى حد ما العرب هل كان عندهم نزعة محافظة؟ أو أبدا هي وكأنه المحافظة منه شيء بيهمهم؟ الحقيقة إنه التدوين صار ضرورة حين تحول التخت إلى أوركسترا لأنه صار عندك مش مجرد إنه ناس مسلطنين وعم بيعزفوا عفو الخاطر حسب اللحن وحسب المزاج والسلطنة وعارفين اللحن لو عن ما وعم بيعزفوا معه صار في أوركسترا طويلة عريضة مفروض أن تعزف عزفا موحدا منسقا منظما ما بيصير يضربوا على بعضهم ولذلك صار التدوين ضروري ولكن ليش تأخر التدوين عن البلاد العربية؟ لأنه يعني هذه من حسنات إنه انتهت السلطنة العثمانية يمكن ودخل علينا الغرب مع إنه باحتلاله المكروه لبلادنا إنما جاب معه أشياء أفادتنا استفدنا منها عرفنا نعملها نستفيد منها استفادة إغناء لإلغاء يعني عرفت كيف؟ إنه المشكلة إنه ألغينا الإرتجال هان المشكلة الإرتجال يجب ألا يلغى وتجويد القرآن يجب ألا يلغى في تعليم الموسيقى مش بس بمدارس الأزهر يعني لها ضرورة حضارية وثقافية وعلمية ثابتة مية بالمية يعني هل نحن متجهون في مسار خضوع وإمحاء اليوم في هويتنا المحلية أو هويتنا الموسيقية يعني إذا واحد بيتطلع سبعين سنة لورا وخمسين وستين سنة لورا ولبل مية سنة كمان وكأن واحد في شوف إنه بالمنتوج المحلي الموسيقي الثقافي كان في صبغة هويتية أكبر مما اليوم فينا نشوفه بالمنتوج الموسيقي المحلي وخاصة فيما يخص الغناء كون نحن بعدنا عم نحكي عن الموسيقى المغنية وليس الموسيقى التي تعزف بتفرد على الآلة أو مع مجموعة الآلة من دون ما يكون في تمهيد لغناء ما هل نحن في مصار إنحناء؟ نفي شك السبب متل ما قلتلك إنه بكتابي ضرورة التراث قلت تراث ضروري من أجل وحدتنا شو وحدتنا؟ كمجتمع ثقافته وحدة اليوم لما نكون كل بيت تقريباً صار إلو قناة فضاء خاصة ما عاد فيه وحدة بهذا التراث صار فيه اتجاهات أشتات متباعدة وهذا هو السبب وهذا يؤدي إلى انحدار انحدار أكيد وإن شاء الله ما بعرف من أين سيأتي وضع تاريخي حضاري جديد يلغي كل هذا الانحدار هذا ويعيد مسيرة السعود نحو وحدتنا الثقافية نحو استقلالنا الثقافي عن الحضارات الأخرى نحو علاقة الحكم والإدارة والدول مع شعوبها العلاقة السليمة التي تنظر بعين الرعاية على التربية في البيت والتربية والمدرسة والتربية في الإعلام أيضاً دكتور حضرتك صاحب نظرية أو وجهة النظر أنه ما فيه اختلاف فعلي بين الثقافة المحلية اللبنانية والفلسطينية والسورية أقل له على الصعيد الموسيقي هلأ في كتير عالم ممكن هني ما يعجبون هذا الحكي من وجهة نظر سياسية بحث بإذا واحد بيتطلع على المعطيات اليوم كيف تلاقي هذا الشي بيتجسد؟ أنا الحقيقة سنت الثلاثة وسبعين كنت في إذاعة لبنان عم بعمل برنامج عن جذور الموسيقى اللبنانية فقصدت شخصين علماء الأب لويس الحاج عميد كلية الموسيقى في جامعة الكسليك وزاكي نصيف الموسيقار الكبير اللبناني سألتهم نفس السؤال ما هي جذور الموسيقى اللبنانية؟ أبي لويس الحاج عميد ربما قال إذا نقول فإذا لا يكن أن ت为什么 عن الموسيقى لوبي هذه الموسيقات الجذور هي سوريانية سوريانية نصيف problemas قال إذا لا توجد هذا الموسيقى لبنانية هذه الموسيقى جذورها شامية بنتى الآن في شام النصيف كان نفس الجواب ولكن كل واحد من اتجاه سياسي مختلف واحد اخذها دينيا انه هذه جزور سريانية واحد اخذها سياسيا انه هذه شامية الحقيقة انه انا يعني اشتغلت والشي الاكيد يعني انه في الموسوعة الفلسطينية اخي سليم و اخي الياس عملوا دراسة عن الموسيقى والغناء في فلسطين قبل 48 اكتشفوا 36 نوع من الغناء الشعبي الريفي الفلسطيني حرفا بحرف مثل الغناء اللبناني حرفيا ماجنة والعتابة والجمل والشروجي والمعنى والاصيد وكله مثل بعضه مثل بعضهم انا بنفس الوقت لنفس الموسوعة الفلسطينية طلبوا مني اكتب دراسة عن العادات والتقاليد والحرف الشعبية في فلسطين قبل 48 فانا كنت جمعت هالمراجع تبعيتي وبلشت البحث الى اخرها كنت اصطدم احيانا ببعض الغاز اللي مش مفهومة عن العادات الفلسطينية الشعبية الفلسطينية كنت اسأل والدت لزوجتي اللي هي قروية من فتوح كسروان لم تقرأ شيء من هذا من هذه المواضيع في الكتب كانت تفسر لي وهي تظن انه عم تفسر لي عن العادات والتقاليد الشعبية في فتوح كسروان وهي عم تفسر لي كان العادة في فلسطين فوجدت انه يعني الشعوب العربية على المستوى الريفي منقسمة الى عدة احدات وحدات بلاد الشام الجزيرة العربية وواد النيل المغرب العربي والسودان اما على المستوى المدني الحضري فهي يعني حضارة وحدة المسألة المسألة لم تعد مسألة مسألة سياسية يعني انا مني قومي سوري لحتى اقول هذا الحكية يعني القومي السوري بينبسط بها الحكية بس يعني مش من هالمنطلق انا قلته مني قومي سوري مني حزبي ولا قومي سوري فمن منطلق علمي بحثي بحث وجدنا هذه الخلاصة دكتور صحاب نحن هلأ شرفنا على ختام هذه المقابلة انا بدي اشكرك مجددا على الاستضافة وبدي انصح جميع المشاهدين انه يطلعوا على المنتوج الغزير لدكتور صحاب من الموسوعة الشاملة لأم كلثوم لكتاب عن وديع الصافة وغيرها من الكتب المنشور منها والغير منشور لأسباب اخرى نتطرق لها لاحقا وسوعة محمد عبدالوهاب مثلا موسوعة عبدالوهاب مش منشورة لسا ست مجلدات صحيح وهلأ أعلمني كمان قبل الحلقة الدكتور صحاب انه هو مستعد انه ننشر هاودي الكتب بروابط ححطهم بالفيديو من تحت ومتاحين للجميع انه يطلعوا عليهم من دون مقابل ولهذا انا بجدد شكري لحضرتك واذا عندك كلمة اخيرة كلمتي الاخيرة انه يعني انا هلأ عندي كتبين عم كتاب الاف قريش لرحلة الشتاء والصيف عم بحاول اطبعه طبعه ثانية اللي هو اطروحة الدكتوراه تبعيتي عملتها بجورج تون بواشنطن كتاب ثاني السبع الكبار عم بعمل طبعه ثالثي بالقاهرة وببيروت رح يصدروا وديع السافي كتاب رح يصدر بالقاهرة وفي بيروت ايضا وفي عندي ايضا مؤلفات لم تنشر بعد سانشرها تباعا يعني قريبا جدا منها مجلدين المجلد الاول من محاضرات وابحاث ومقالات في الموسيقى العربية المجلد الاول وايضا محاضرات وابحاث ومقالات في الموسيقى العربية المجلد التاني والشغل ماشي ان شاء الله وان شاء الله انه نلاقي ملاقات طيبة عند القراءة العرب ان شاء الله شكرا اليك الشكر شكرا